في الترس اللي فاتت شفنا الفالور ديال الدس كيفية تشانجها implicitly اللي كتعني بأنه ماشي انتيرير اللي كتشانجيها manuellement في هذا الترس قد نشوفه كيفاش نقدر نشانجيه ولنفرصيه الشانجمان ديال الدس كيوورد وخير يكون في أي كونتكس وغير نخدمه بوحد الميطود call اللي هي كتريفيرانسي الفالور اللي برايش انتيرير لهذا الدس كيوورد أوكي بدو الترس اللي أول حاجة بعدها نقري واحد الفنكشن getFullName اللي غدي تقفش لي الفالور ديال this full name ومن بعد غدي نعيط على الفنكشن ديالي getFullName يعني ندي له واحد Execution وكيف ما كنتشوفون undefined يعني الحل باش ما تعطيني اش undefined لأنه automatic more كيف ما قلنا this the bracket oxy del window object قلناها شي كي يدار implicitly شفنا نشي في درس اللي فاتح automatic more غدي نقري واحد full name وغدي نعطيها واحد الفالي ديال عربية ومهدي نعم زيان donkdever إلا درنت this cancel lock this وطمعت كمو يعطيتني window ولكن انا ما بغيش يبقى اكسي ديال هذا window يبقى اكسي ديال واحد الفالي واحد آخر شنو غدي ندير نقري واحد الobject واحد آخر وغدي نعطي مثلا واحد full name John Doe شنو بغيت انا من هاد الكود exact بغيت من هاد الكود all year ديال 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 تولي كتعافي شي ليا هاد ال window لنعمال لأنه احنا في global execution context لأن كنعيط على هاد الفنكشن من global execution context ماشي من نصر هاد ال object بغيت تفرصة وتشونج هاد الك ال value ديال ديال و تولي هاد ال object كيف شنو غدي ندير لنك في ذلك نقدر نخدم get full name هي function may بدنا نخدم بوحد الميطود اللي هي call هاد call اشنو كتحتاج ك parameter دونك يوحد function ولا ميطود لأن كنعيطي ديالها من parameter function اشنو كتدير هاد call كتش مابي فحلا كترفيرونسي ديالك this keyword لوحاد value واحد آخر نقدر ندير اي value هنا نجيو ندير مثلا this نحيد this full name وغتشوفكم كوا راح official string هنا نحيد هادي مش بدوخكمش شو ندربة this كال official string نقدر اي حاجة بغيت مثلا نجي هنا وندير واحد open curly بريس يعني واحد empty object lateral مآنا لش بغيت نمابي this this بغيت نمابي هالهد student باش official full name لو student يعني فهاد الكر عشنو غد ندير يعني غد نعطيها كargument ولا كparameter head student اي كيف ما كتشوفو ها هو دبا this ولا عندي full name يعني object student يعني ما بيش this الهد student تبي لحييت ديالك console log ودي full name واتشوفو كم كوا وها عرف شي اللي جون دو يعني normal normal هو عمش 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 نخدم بهاد get full name كتش عرف شي لنا عرب بيش لان ها قدش اكسدي لان هاد شي قدر implicitly لان نف global execution context ولكن احنا فرصينا هدلك وشانجينا دك شي explicitly يعني حني درنا student تقدر student two نجي هنا مثلا ندر maria cartner نسمي دي مثلا student one وقدر نجي نشو جي هنا و this دابة ما بتلع الابject شحد آخر إلي درنا console lock this الباين ديالها ونيفو ديال هاد الابject التاني اللي في full name maria cartner لون هكا درنا express bind اذا نشوفو الام وفيه واحد code اللي شوية complicated الكلّة اللي نخدم لديه دابة هو نحاول نرف get full name بالنسبة variable واحد آخر يعني نقدر ناخذ ديال لماذا لم تكن بغير مثلا نعطي الكل انا بغير نحضر الكل انفر انا نعطي الكل object يما build this object اللي بغير كيف نقدر ندر نجي نجي lcd نقري واحد الvarib و الوحد آخر نسمى get original full name ونعطي ها كvalue headget full name علاشن بغير نرف نصف حالك دونك إذا ندر console log headget original full name كيف نعرف شي لير نحضر this ستشوف كم كيف رائع افش لير continue لل function كانت شي مشكل سنجي lcd headget full name ونشانجي لها الvalue and their function ونعطي الanonymous function ونعمل get original full name ممكن نعود نعمل get full name again نعمل get original full name ونعطي ال call بش نمapi this لش الوحد object او ناخد student كيف ما نشوف هنا get full name شوف افش اللي john do ان ادر console log this نعطي هاد object دونك ما شيف القبيلة حيث الان لحييت هذا lab par ونعمل get original name get full name كيف افش الوين the object par counter انا فحل refer state that function again بش ما نعمل نعمل ال call اي خدمت ال lab par بش درت وحد fixed binding fixed binding لا نعمل ما شغل حيث نعمل اختصرت السانطاك ديالي فحل bind لماذا؟ لان إذا جيت cd هنا وهي حاول ثاني نشانج value get full name called student ونشانج value this which will student 2 ما ستخدم كيف ما كتشوف آفيش لي again john though واخرا نكري واحد student 3 ونعطي whatever the name نعطي اي حاجة بغيش غيش قديمة كآفيش لي john though لاش يعني automatic مؤانا بش كرييت هادي get full name وخدمت بال reference function وخدمت بال call method وما beat this ما beat this هانتو ما تبعو ما ما beat this student one صحي fix it binding ما يمكن نحن نحن وخم نعطي multiple times elaborate نحن بهاد الكور نحن مو dv this كيف ما بريش ما خست نحن بهاد الكور خست هاد la part there يعني get full name في الكور رات بقى global execution context ديالها اي هادي رات بقى تشانج depending واحد جوج ثلاثة رات تشانج الvalue الobject اللي بريش ديالها بريش 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 يعني هاد الكلي درت انا كتسمى fixed binding علش كتخدمو بيه بزيف علش قدر تحفك اللي رات تحتاج في fixed binding لانك انتما غدي تبقى البروغرام دياللك يموت مطاش مطاش نو ديال بسنس لوجيك بريش ديالك تحتفظ الvalue ديالها وتبقى بها ديالك طريقة وما تمباش واني فحل لقلش بريش فريز هذا غير واحد له term تفرصي ديالها بانها تبقى fixed لانك هنا يشاهدنا دوك ديال explicit binding ديال this keyword وغاد تتحف بزيف اللي كمان تكون ك javascript مين غتبغير تفكسوا الvalue ديالها وما تمودي فيش ولا ما تمودي ش وليفو ديال البروغرام ديالك thanks for watching this video